أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 وقال النائب عبد المنعم العداد خلال المؤتمر الصحفي كذلك إن اللجنة نسبت لمجلس نواب بشمول جميع الجرائم بالعفو العام باستثناء بعض الجرائم المخالفة لقوانين النزاهة ومكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية وتجارة المخدرات والجرائم المؤثرة على أمن الدولة كما شمل العفو العام جميع مخالفات وغرامات السير والمخالفات والغرامات الناتجة عن مخالفة قانون العمل وقانون الإقامة والحدود وأشار العداد إلى أنه تم شمول جميع قضايا المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية بالعفو العام دون اشتراط ذلك بإسقاط الحق الشخصي أما فيما يتعلق بجرائم القتل فقد قال العداد إن اللجنة شملت جرائم القتل التام والقتل القصد إذا مقترنا بإسقاط الحق الشخصي إضافة إلى جرائم الصرق والتزوير إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي كذلك هذا وشمل العفو بحسب العداد إصدار الشيك بدون رصيد مع التأكيد على حق الدائن والمحافظة عليه في استمرارية مطالبته بحقه وفي سيق متصل دعا رئيس مجلس نواب عطف التراون المجلس إلى الانعقاد يوم غد لمناقشة مشروع القانون على مدار جلستين صباحية ومسائية الجرائم المرتكبة خلافا لقانون الإقامة والحدود اللي هي الغرامات المترتبة خلافا استنادا إلى هذا القانون أيضا كافة جميع المخالفات والغرامات المرتكبة أو المترتبة خلافا لقانون السير الجرائم والغرامات والمخالفات المرتكبة والمترتبة على المواطنين خلافا لأحكام قانون العمل الجرائم المرتكبة خلافا لقانون سلطة المياه الجرائم المرتكبة خلافا لقانون الكهرباء الجرائم التهديد والإتزاز المنصوص عليها في قانون العقوبات جرائم الذن والقدح أيضا شملت بالعفو العام جرائم التعاطي المخدرات وهنا في هذا المقام يجب أن نوضح نحن ننظر ونظرنا من خلال تعديل قانون المخدرات والمواثرات العقلية عام 2015 إلا أننا ننظر إلى هذا المتعاطي إلى أنه ضحية وغرر به ترجمة نانسي قنقر